اشتركوا في القناة طوله شهر وعرضه شهر لونه ابيض من اللبن وطعمه احلى من العسر وريحه اطيب من ريح المسك ثمرة الشرب منه من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها ابدا فيأتي الناس يحتاجوا الان الاشرب بعد ان تدنوا منهم الشمس فيأتي الناس ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيبعد يذاد عن هذا الحوض اقواما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم امتي امتي يقال له انك لا تدري ما احدث بعدك ما معنى هذا اي ان الذي يبتدع في دين الله في الدنيا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون الجزاء من جنس العمل يبعد هنا من الحوض والذي يشرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يذب عنها الثمر الشرب من هذا الحوض إن شاء الله سبحانه وتعالى لي ولكم من فضل يا رب فكيف بعد هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر